برج الدلوي اليوم 7 نوفمبر 20 23 برج الدلوي انت الفترة دي بالفعل بدأت تاخد حذرك من كل حاجة حواليك لانك بتتعامل بطيبة وصفقنية وكنت بتقف معاهم في شدتهم ولكن كان جزائك الاسيئة تعبان تعبان بالفعل ومكتئب بسبب الظروف اللي اتحطيت فيها بتحس ان انت واحد في الدنيا حواليك اشخاص كثير ولكن مش حاسس بالامان صحيا انت مش فاحسن حالاتك عندك قلم جسدي تعبك ومش محسس حد بواجعك لانك شاي المسئولية يا برج الدلوي امور كتير مطلوبة منك ان انت تحلها الفترة دي وانت شاي العبء كتير على كتافك ومحدش حاسس بيك انت برج طيب وبتحب الخير للغير ولكن عرفت اشخاص جواهم فلسوا بيتعاملوا معاك على غش برج الدلوي انت عاطفيا مرتبط بشخص بيقافلك على الغلطة عايشين مع بعض في مكان واحد ولكن كل واحد في ناحية مظلوم مظلوم معايا برج الدلوي وحاسس ان انت حقك مهدور ومفتقد منه الدعم والمسندة وانت دايما متحصر متحصر على حالك يا برج الدلوي عندك طاقة تغيير او نية للتغيير على خير باذن الله في شخص بيضيقك بكلامه ولكن هيكون فيه اعتذار رسمي لبرج الدلوي عندك شخص رجعلك من الماضي بيحاول يقرب منك برج الدلوي مرة تانية وهو بالفعل بيرائب بوستاتك من خلال السوشيال ميديا برج الدلوي انت اعملت في نفسك الفترة اللي فاتت بسبب حالتك النفسية وحاليا انت بدأت تهتم بنفسك وتحب نفسك يا برج الدلوي ويبقيت بتريح اعصابك على قد ما تقدر لان اكتشفت في الاخر ان انت بس اللي بتتعب وانت بس اللي بتشيل الهم وما فيش حد حاسس بيك فيه كلام في ارض بيتك كتير قد يكونوا اربع اشخاص عايشين معاك في بيتك بينكم شيء مشترك وفيه خلافات عليه كل واحد بيقول يلا نفسي برج الدلوي انت بتستعد الفرحة في ارض بيتك ولكن برج الدلوي جوا خوف خايف من تعطيل هذه المناسبة لانك عانيت كتير بسبب الفرحة بتيجي لحد عندك وما بتكملش تعاني بسبب عدم اكتمال الفرحة عندك سببها الغيرة غيرة قوية فانتبه ابعد عن الشخص الاناني اللي نافش ريشه عليك يا برج الدلوي وخليك دايما متأكد ان انت سند نفسك وما تسمحش لأي حاجة انها تقذيك نفسيا وجسديا حب نفسك وما تسمحش لأي حاجة انها تقذيك ولحد هنا تكون انتهت قرية البرج الدلوي اليوم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس عشان اوصل لكم كل جديد في قناتي باي اشتركوا في القناة